لنقاش هذا الملف يحضروا معنا في ستوديو رفدين الكاتب الباحث السياسي الأستاذ حسين السبعوي أهلا بكم أهلا وسلم أستاذ حسين كيف تقيمون اليوم بعد مرور شهر كامل على انطلاق انتفاضة تشرين كيف تقيمون هذه الانتفاضة من حيث المكاسب والإنجازات يعني هذه المظاهرات حققت مكاسب كثيرة وإنجازات كثيرة أهم إنجاز حققته هو توحيد المجتمع العراقي الذي أرادت السلطة الحاكمة بتفتيت المجتمع طائفيا حققت نقطة أخرى وهي يعني تسقاط الطائفية السياسية والدينية في العراق اليوم عندما تدخل إلى المتظاهرين لا يسألك أنت السني أم شيع أنت من أي مكان أنت كذا هؤلاء الشباب الصغار اللي قول عنهم أنهم لا يعون شيئا هؤلاء وحدوا الشعب العراقي هؤلاء أفسدوا المشروع الطائف السياسي فحققوا الكثير حتى لو لم يكن هناك إنجازا سياسيا فيكفيهم نجاحا وتوحيد المجتمع العراقي في ظل هذه الأوضاع المتهرية بسبب هذه الجهة الحاكمة سيد حسين في اليوم بعد شهر من الصمت المطبق ألقى الرئيس العراقي كلمة بعد كل هؤلاء الذين سقطوا شهداء وجرحى ومعتقلين كيف تابعتم هذه الكلمة كيف تقيمونها؟ يعني حقيقة كلمة سيد صالح وكأن المتظاهرين لم يخرجوا على النظام السياسي وأيضا كأنه ليس جزءا من هذا النظام هذا أمر غريب جميع القوى السياسية أحزاب مرجعيات مسؤولين يقولون نحن مع المتظاهرين يا سيدي أعلى من خرج هؤلاء المتظاهرين علي أنا يعني أم على بعضهم البعض هؤلاء المتظاهرين خرجوا على نظام سياسي يريدون تبديل هذا النظام استبدال هذا النظام لأن هذا النظام اعتمد على الطائفية في إدارة الدولة واليوم الجميع يشهد بأن هؤلاء المتظاهرين يرفضون هذه الطائفية ما هذه البراغماتية ما هذا الاسلوب الذي يتكلمون به وهو قد احترق ولن يصلح المتظاهرين اليوم أوعى من الحكومة بكثير الذي يستطيع أن يحشد مليون في ساحة التحرير منذ شهر وبطريقة منظمة راقية جدا نقلت المستمع العراقي بأبهى صوره على خلاف ما كان ينقل عن الشعب العراقي الطائفي المتحزب إلى آخره الثيوقراطي كل هؤلاء هل تمرر علي مثل هذه الكلمات هذا الأمر انتهى عليهم أن يأتوا بالخطاب والشعب العراقي سينتظر حتى توفر بديل عن عبد المهدي وهل لا يوجد بديل لسيد عبد المهدي وسيد صالح والآخرين هذا الكلام اليوم لا يصلح مع المتظاهرين ولا يمكن أن يستمر سيد صالح بهذه الخطابات علي أن يستجيب للمتظاهرين أو يدخل العراق في نفق مظلم لا يحمد عقباه بعيداً عن الحديث عن بديل أو غيره إلى أي مدى تظن أستاذ حسين أنه تم تغييب فكرة إسقاط النظام ومحاولة الترويج لتغيير الحكومة أو إعادة تدوير أعضاء هذه الحكومة طبعاً هذا ليس العلام الحر الذي أراد أن يقول هذا العلام الحكومي والعلام الحزبي يريد أن يقول للشعب العراقي والمتظاهرين بأنه نستطيع أن نستبدل رئيس الوزراء المشكلة في منظمة الدولة المشكلة في إدارة الدولة نكررها نقول أن هذه الدولة تدير الشأن العراقي أو المجتمع العراقي ليس على أسس المواطنة بل على أسس الطائفة وهذا ما يرفض المتظاهرين جملة وتفصيلة عليهم أن يعوى أن هناك جيلاً عراقياً مثل ما يرفض التكفير رفض الطائفية ولا يمكن لمشروع سياسي طائفي ولا يمكن أيضاً أن يكون العراق ذات حكم نظام في يقراطي مقنن أن يحكم العراق في بلد أيضاً متعدد المكونات متعدد المذاهب متعدد الأديان متعدد القوميات لا يمكن لهذه المشاريع اليوم انتهت هذه المشاريع حديث صالح اليوم عن حصر السلاح بيد الدولة ما مناسبة هذا الحديث؟ هل يتخوف على سبيل المثال من أن يستخدم هذا السلاح في الأيام القادمة ربما بطريقة ضد الشعب العراقي؟ يا سيد هذا الكلام لا يمكن أن يقوله سيد صالح وهو يدرك بأن السلاح الذي ليس بيد الدولة هو بيد الدولة العميقة الحاكمة التي جاءت بالسيد صالح وسيد عبد المهدي ومحمد الحلبوسي وغيرهم هؤلاء جاءوا بهم هؤلاء الذين يملكون السلاح خارج الدولة فكيف بها أن يقول يسو يحصر السلاح منذ سنوات ونسمع هذه النغمة ما الذي يحققوه؟ هل يستطيعون أن يحققوا أن يجعل السلاح في يد الدولة؟ هذا الكلام لا يصبح حتى الإسلاك المحلي لدى الشعب العراقي لما الشعب العراقي تجاوز هذه الخطابات تجاوز هذا الكلام عليه يريد أفعال لا يريد أقوال هذا مؤكد كيف تقرأ غياب عادل عبد المهدي عن اجتماع الأجهزة الأمنية وتعويضه بقاسم سليماني بما تحمله هذا الدور؟ بالتأكيد أنه قبل يومين صرح الخامنة نأي بأنه على الحكومة العراقية واللبنانية أنتوا آل جاذي الفتنة وأعمال الشغل يعتبر هذه المظاهرات أعمال شغل طبعا من وجهة نظري وكأنما هو له ولاية على العراق وعلى لبنان بمعنى أنه قاسم سليماني هو صاحب النفوذ الأكبر من السيد رئيس الوزراء والسيد صالح هذه هي الرسالة التي تقول بأنه وهذا ما يدركها الشعب العراقي بأنه قاسم سليماني هو صاحب النفوذ الأكبر في العراق وأكبر من نفوذ جميع المسؤولين العراق وهو من يحدد لكل مسؤول ما هي مهامه وما هي وكيف يكون وكيف يخلع أيضا نعم السؤال المطروح اليوم هو عن ردة فعل الشارع العراقي بعد هذه الخطبات الآن الشارع العراقي استمع إلى رئيس الحكومة استمع إلى رئيس البرلمان واستمع في كلمة إلى رئيس الجمهورية وبالتالي استمع إلى الجميع لكن كيف تتوقع أن يرد ولسيما أن هناك اتساع لهذه المظاهرات ووعود بأن تكون الجمعة القادمة أكبر وأكثر زخما من الجمعات الماضية يعني وتجربتنا مع الربيع العربي عندما تابعنا أن هناك وكلما يخرج خطابا ركيكا من أي نظام يزداد عدد المتظاهرين ويرتبع سقف المطالب وهكذا أيضا في العراق ليس بدعة عن بقية الأنظمة بل العراق قد يجز أسوأ عن البقية لهذا سبب أن أعتقد أنه غدا ستكون مظاهرات أكبر بكثير مما كانت عليه وأعتقد أنه يوم الجمعة أيضا عطلة وهذا يعطي زخم أكبر وهناك تحدي وهناك أيضا إعلام بعض القنوات الإعلامية تشير على أنه سيخرج بعض المعممين أو من يرفعون صور قادة الأحزاب والمرجعيات الدينية وإلى آخره هذا سيعطي زخما أكبر للمتظاهرين فأعتقد أنها تكون أكثر كثافة وأكثر زخما وممكن أيضا أن يصعد سقف المطالب الحديث أيضا من منظمة العفو الدولية وكشفها عن استخدام بعض القنابل المميتة والخطيرة كما وصفتها في تقريرها كيف يفسر هذا التصعيد المتواصل من ناحية القمع والعنف المستخدم ضد المتظاهرين السلميين هذا العنف الذي استخدم فيه الذخيرة الحية والقوة المميتة طبعا هذه جرام ضد الإنسانية حقيقة المنظمة الدولية بدأت متأخرا تدين وتكتب تقاريرها لكن على المستمع الدولي أن يتبنى هذه التقارير ويحترمها على مدلس الأمن أن يحترم هذه التقارير لأن هذه الجاتية ليست جهات تنفيذية وليست جهات قضائية حتى تحاكم هي عليها أن تقدم تقاريرها على المستمع الدولي وعلى المستمع الدولي أن يحترم هذه المواساتة الذي أنشأها لحد هذه اللحظة لم يستمع مدلس الأمن ولم يتكلف باجتماع عن القضية العراقية ولا اجتماعا واحدا فالمتظاهرين والشعب العراقي ينتظر اجتماع من مدلس الأمن بدل أن يجتمع مدلس القوم الإيراني أدت اجتماعات في القضية الإيرانية وكأن العراق جزء من إيران فعلى المستمع الأمن الدولي هو المسؤول عن الأمن الدولي والسلم الدولي العالمي نلاحظ أنه في تقرير لمجموعة الأزمات الدولية قالت فيه أن تظاهرات العراق لا تعني استقالة أو إقالة عبد المهدي أن المشكلة قد انتهت في العراق وعلى ما يبدو أن المجتمع الدولي بدأ يتكلم في الموضوع العراقي وإن بدأ متأخرا كالعادة هل تعتقد أن هذا الضغط الدولي ممكن أن يؤتي بثمار في المشهد العراقي؟ هذا الضغط الدولي لا يكفي لحد الآن هذا الضغط ما زال لحد الآن من منظمات دولية إنسانية منظمات حقوقية هذا الضغط لا يكفي لا بد أن يتحول هذا الضغط إلى المؤسسات التنفيذية وعلى رأس مجلس الأمن لا بد أن يتحول هذا الضغط إلى المحاكمة الدولية آنذاك يكون هناك الضغط أما لحد الآن هذه المنظامات بدأت تقوم بواجباتها لكن أيضا كما أكرر أقول أنه لا بد أنه على مجلس الأمن يحترم هذه التقارير ويبدأ يتوجه نحو العراق ويصدر قرارات ملزمة للحكومة العراقية وإلا سندخل في نفق بطل قد يجوز تكون مستفيد منه إيران كعدو أول للعراق ومن ثم الولايات المتحدة حديث عن ولايات المتحدة الأمريكية يقودنا لتصريحات كانت لمساعد وزير الخارجية الأمريكي تحدث فيها أو اختصر الحديث فيها فقط على القمع وتضييق الممارس على وسائل الإعلام في العراق ولم يتم التطرق إلى القمع المرتكب ضد المتظاهرين كيف تفسرون هذا التناقض في الخطاب الأمريكي؟ هو الخطاب الأمريكي لحد هذه اللحظة غامض وركيك جدا في اتجاه القضية العراقية بل هو حامي للنظام العراقي لأن هو من أسسه ومهما أوجد هذه العملية السياسية فبالتالي لا بد أن يدافع عنها لكن لا يمكن أن يستمر السكوت لا يمكن أن يسكت الولايات المتحدة تسكت إلى مدى بعيد وهي مسؤولة أيضا كدولة أولى عظم دولة في العالم وهي المسؤولة أن الملف العراقي ما زال الملف العراقي بدلات المتحدة هذا أعتقد لن يستمر هذا السكوت ولا يكفي تصريح نائب وزير الخارجية على أن ننتظر تصريحات من الرئيس ترامب ننتظر نقل الملف إلى مدلس الأمن هأنذاك نقول أنه يعني ممكن أن يكون هناك حلول أو بادرة حلول وضغط على الحكومة العراقية لاستجابته لمطالب الشعب العراقي وإلا في هذا الوضع هو لا يوجد أي بادرة مؤثرة على الحكومة العراقية سيد حسين نعود مرة جديدة إلى الميدان العراقي نحن أمام تظاهرات ستكون كبيرة وفقا لما تتوقعونه الآن ويتوقعه المراقبون هذه المشاركة الواسعة ليس فقط من أعداد قليلة أو من فئات قليلة من المجتمع نحن نتكلم عن مشاركة واسعة جدا من كافة فئات المجتمع العراقي نتكلم عن صور ومشاهد وقصص أضحت مثالا يحتذى به في الحقيقة قام بها الشباب العراقي والمرأة العراقية كذلك أمام كل هذا هل نتوقع غدا زيادة المشاركة لفئات أخرى بالتأكيد أنا أعتقد زيادة المشاركة وأكثر تنظيما وستعطي صورة أبهى للعراقيين لأن كلما امتلأ الميدان كلما كانت الصورة أكثر نضوجا واليوم العالم يتابع المشهد العراقي على خلاف ما كان يتابعه من خلال قنوات الطائفية والإعلام الحكومي اليوم أعطوا صورة بهية للمجتمع العراقي وهذه هي حقيقة المجتمع العراقي وأعتقد زيادة في الزخم المظاهرات وكثافة وسيفشل مشروع المظاهرات الطائفية التي دعا إلي حزب الدعوة وأتباعه ربما نتحدث كذلك عن هذه المظاهر الأخيرة التي شاهدناها في ميدين التظاهر عن المستشفيات الميدانية ومنشداتهم اليوم لمزيد من الأدوية وبعض الحاجيات كيف تفسرون غياب الجانب الطبي مثلا في الإسعافات سيارات الإسعاف أو حتى أطباء في محيط ساحات التظاهر الرئيسية أنا أعتقد أن هذه التظاهرات منظمة تنظيم عالي جدا وسر قوتها تنظيمها وسلميتها سر قوتها أنه اختفاء القيادة مالتها بحيث لا تستطيع الحكومة أن تعتقلها أو تقوم بتصفيتها ولكن ما موجود هو في الميدان هناك لجان طبية هناك لجان أمنية هناك لجان تقوم بتنظيم المتظاهرين كل هذا لكن الأعداد مليونية فلا يمكن لمستشفيات ميدانية أن تكفي لا يمكن ولكن من حيث التنظيم المظاهرات راقية جدا وعطى الصورة بهي المجتمع العراقي وأعتقد سر قوتها هي سلميتها ونعتقد أنه ستستمر هذه السلمية رغم كل ما تعرضت له من عنف لأنه يراد لها العنفية لأنه السلاح بيد الدولة وبيد الدولة العميقة ويراد للمظاهرات أن تجر إلى العنف وإلى استخدام السلاح نحن نتحدث إذن عن مشاركة واسعة إن شاء الله يوم غد الجمعة من مختلف فئات الشعب العراقي ومحاولة البعض لجر الأمور أو الساحات العراقية والمحافظات إلى مربعات أخرى لن تنجح بكل تأكيد بالتأكيد لن تنجح لأن هناك مشاركة واسعة وكثافة جماهرية كبيرة واليوم دخلت النقابات ودخلت مؤسسات في الدولة العراقية إلى هذه التظاهرات اليوم الجميع يعيد هذه التظاهرات ويشارك فيها من شيوخ من نساء من طلبة من نقابات من شباب إذن لا يمكن لهذه المظاهرات إلا أن تحقق أهدافها وتستمر وبزيادة زخم وكثافة جماهرية كبيرة وكل مشروع آخر يواجه هذه المتظاهرات سيصيبه الفشل بإذن الله إن شاء الله شكرا لك سيد أحسين سبعاوي الكاتب والبحث السياسي العراقي وكل التوفيق للشعب العراقي في مظاهراته والمطالبة بحقوقه المشروع